في المغرب كان ما يسمى بمهرجان موازين أحد مهرجانات الفجور والفسوق والناس تموت وهذه العنظمة البائسة تقوم بالمهرجانات يعني جايهم دارك المهرجان وحد أخر أيضا في الجزائر كليك المهرجان الأوروبي الموسيقى الأوروبية في الجزائر واحد المساخيت هذو واحد السفهاء وواحد التافهين في المغرب ما يسمى بمهرجان موازين أو واحد من أخوان ما يعلق عليه فعل الموازين المجالية تاوحد موازين محضرية تاوحد موازين بيين للشعب المغريبي دائما كي تضامن كي تضامن مع القادية الوطاء القادية الفلسطينية يعني في وقت تقريبا بلا استثناء كل هذه الأنظمة في المنطقة العربية بلا استثناء كلها تقوم بالمهرجانات طبعا أبشحهم هما في الإمارات والسعودية لكن حتى في قطر أقاموا مهرجانات قبل أشهر في الأردن طبعا مصر حدث ولا حرج تونس الجزائر المغرب ربما الصومال وجيبوتي فقط لمقاموش بمهرجانات والسودان اللي جنيراتها يتقاتلون ما هذا وهذا هو ما يسمى بموازين ويحضروه قال لكم من شعرف العام اللي فاتح حضروه ولا قبل سنوات في 2019 حضروه مليون واحد وما هذه الشعوب جوى يعني يكفي أن الشعوب جوى شعوب خاصة بكل شيء كثير من الناس تتسول في المدن كل المدن في المنطقة العربية ربما تنحي منها دولتين والثلاثة نتعال بيترو دولار لكن حتى في السعودية حتى في الكويت حتى في طبعا مصر الجزائر المغرب تونس حدث ولا حرج الناس تتسول باش تأكل من أبناء البلد ثم تقيمون المهرجانات وتدفعون عشرات الآلاف من الدولارات أحيانا مئات الآلاف من الدولارات إلى عورات الأرض اللي قد لا يجدون مكان لهم في أوروبا يجيبون لنا كل الحثلات باش تشتحوا تردحوا الناس تموت إذا ما كنت تشوفوا لشعوبكم التي تجوع ولا تجد عمل ولا تجد آكل كثيرين ويعيشون في الخيم أو يعيشون في بيوت قصديرية أو يعيشون على الفاقة أو يعيشون إذا ما اشتوش شعوبكم على الأقل في الوقت اللي يذبح فيه الشعب الفلسطيني ذبحاً رهيباً توقفوا عن هذه المساخر عن هذه المهازل الكارثية في الجزائر أيضاً وأنا من هنا أدعو الجزائريين أن يخذوا موقف أيضاً في الجزائر يتحدثون على أن هذه الأيام كائن حاجة يسموها مهرجاء الموسيقى الأوروبية في دورتها الـ 24 تحت شعار أوروبا إفريقيا بتنظيم بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر بالمسرح الوطني الجزائري وتستمر من 27 من يونيو يعني بعد ثلاث أيام إلى الثالث من يوليو أسبوع يعني بحضور 13 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي دول الاتحاد نحو الشعوب لكن الجزء الأكبر من دول الاتحاد الأوروبي يدعمونها في ذبح الفلسطينيين إذا توقفوا الآن فإنهم في البداية دعموا وفي البداية كلهم كانوا يدعمون على استثناءات قليلة وخرجوا وخرج رئيس وزارة بريطانيا والمستشار الألماني والفرنسي وراحوا يهرولون إلى تل أبيب وفقط واش تطلب تل أبيب جيبهم درك انتا جيب الرقاصات والرقاصين من الاتحاد الأوروبي وتعطيلهم عشرات الألاف ولا مئات الألاف من الدولارات في حين أن نصف الشعب الجزائري يعيش تحت خط الفقر في حين أن ملايين الجزائري لا يجدون سكنا في حين أن ملايين الجزائري يعيشون مرارة العيش ومرارة اللقمة في حين أن ملايين الجزائريين ينقطع لهم الماء في حين أن ملايين الجزائريين تنقطع لهم الكهرباء من حين لآخر وأحيانا لفترات وهو الصيف جاي وهو مازال ما هذا العبث ما هذا الابتلاء اللي ابتلين به ما هؤلاء البشر ألا أنكم تعيشون في القصور وفي الفلات بمسابحها وبحراساتها وبتعيشون في عالم آخر بينما الشعوب تعيش في مرارات شديدة لا يكفيها أن ترى إخوانهم بشر يجوعون ويقتلون منذ تسعة أشهر وأنتم لا تتحركون طبعا نحن عندنا شوية بروباقندا أنت عفلسطين ظالمة ومظلومة ويدعموا في عباس الميليشياوي عباس اللي يحرص في إسرائيل ثم تروحوا تدخلوها مراقص وفي ما نشعار في الأوروبي والإفريقي وجايبين هذا وقبل أيام كانوا جايبين في عنابة جابوا واحدة إسبانية يعطوها مبالغ ضخمة حديث على ثلاث ملاير ولا ست ملاير بالسنتيم الجزائري تده راقصة على يومين بينما كان عداد هائلة من الجزائريين يجدون إلا تغدوا ما يتعشوش أي عبث هذا لا أعرف إذا لا نقدر نزيد نكمل ولا لأنني نشعر بوحد الغضب صراحة وإذاك نفضل أني نخليكم السلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر